بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ببركة الصلاة على محمد وآله الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق العقل وحبى الإنسان بهذا العقل هذا العقل جعل الله سبحانه وتعالى له جنودا العقل له جنود يؤيدونه ويؤازرونه ويمصرونه مقابل العقل الجاهل أيضا الجاهل جعل الله سبحانه وتعالى له جنودا في الروايات الشريفة في الكافي وغير الكافي هذه الروايات مذكورة أن جنود العقل خمسة وسبعين جنديا وجنود الجاهل أيضا كذلك كل جندي من جنود العقل له معارض من جنود الجهل وفي رواية وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى تلك الجنود لآدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وجنود الجاهل أداة جعلها بيد إبليس كثير من هذه الجنود ترتبط بنفس الإنسان وبعضها يرتبط بعمل الإنسان لذا الآية الشريفة تقول وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بين لكل إنسان الفجور ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الفجور في نفس الإنسان لأن الله أعز وأكرم من ذلك وإنما معنى فألهمها فجورها أنه بيّن للإنسان الفجور بيّن للإنسان الحسد وأنه ينبغي عليه أن يتجنبه بيّن للإنسان مثلا الشار وأنه ينبغي أن يتجنبه فألهمها فجورها وتقواها وتقواها الإلهام التقوى بجعل التقوى في كل نفس إلهام الفجور بمعنى تعليم الإنسان ما هو الفجور وليس بمعنى جعل الفجور في نفس الإنسان أما إلهام التقوى بمعنى جعل التقوى في نفس كل إنسان ولذا كل مولود يولد على الفطرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكل إنسان يخلق خيرا بعدياً يتحول إلى عنصر شرير أو من عناصر الشر على كل حال فالله سبحانه وتعالى هذه الجنود جنود العقل وجنود الجهل أكثرها ترتبط بنفس الإنسان وبعضها يرتبط بعمل الإنسان هذه هي التي ترتبط بنفس الإنسان يعبر عنها بالفضائل أو الرذائل لأن هذه مرتبطة بخلق الإنسان الأمور النفسية لا بخلق الإنسان لأنه إحنا عدنا خلق وعدنا خلق شنو الفرق بين الخلق والخلق الخلق هي صورة الإنسان الظاهرية يعني ملامح وجه كل إنسان هاي ملامح الوجه من شنو؟ من خلق الإنسان لكن الخلق الصورة الباطنية للإنسان يعني واحد كريم الكرم خلق ليش لأنه يرتبط بصورة نفسه وليست بصورة وجهه لذا في ذاك التاريخ المعروف أشبه الناس خلقاً وخلقاً خلقاً يعني من حيث ملامح الوجه خلقاً من حيث الصورة الباطنية والأخلاق زين فأكثر هذه الجنود ترتبط بنفس الإنسان يعبر عنها بالفضائل أو الرذائل كثير من الأحيان الفاصلة والفرق بين الفضيلة والرذيلة هذه فاصلة دقيقة جداً يعني الفرق أنه هذا فضيلة أو رذيلة فرق جداً طفيف هذا الفرق الطفيف قد يسبب أن العمل يكون فضيلة أو يكون رذيلة الرواية المعروفة أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام سأل القاضي يحيى بن أكثم مسألة لأنه كان يريد أن يختبر الإمام في قضية معروفة فسأل الإمام عن محرم صاد صيداً لأنه شاف الإمام عمره تسع سنوات أو عشر سنوات فاستصغره وأراد أن مثلاً يبين أمام الناس بزعمه أن هذا الطفل لا يعلمه شيئاً فالإمام جوابه بجواب تشقيق أنه المحرم إذا صاد صيداً هذا إلى شقوق مختلفة وحكم كل شق يختلف عن حكم الشق الثاني إلى أن بان عليه العجز على يحيى بعد ذلك الإمام سأل سؤال رجل نظر إلى إمرأة كانت محرمة عليه في نفس اليوم نظر إليها فكانت محللة النظرة يعني حلال بعد قليل نظر إليها فكانت نظرة محرمة بعد قليل نظر إليها فكانت نظرة محللة وهكذا وبعضي ذاك احتار في الجواب فالإمام جاوب أنه كانت أما اشتراها فحل له النظر إليها ثم أعتقها صارت أجنبية حرم النظر إليها ثم تزوجها حلت له ثم طلقها حرمت له يعني نفس النظرة الواحدة قد تكون محللة وفيها الثواب وقد تكون محرمة وفيها العقاب الشديد الفارق شنو هو قد يكون بكلام واحد العقد شنو هو كلام ولذا في الحديث الشريف إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام كلمة واحدة تحلل وكلمة واحدة تحرم على كل حال المقصود أنه بعض الأحيان الفاصل بين الفضائل والرضائل طفيف جدا لذا يحتاج إلى دقة يعني مثلا الشجاعة فضيلة لكن التهور رذيلة شنو الفرق بين الشجاعة والتهور الشجاعة معناه عدم الخوف والإقدام إذا كان في مصلحة التهور نفس الإقدام ونفس عدم الخوف إذا لم يكن فيه مصلحة يعني إذا في الشارع أكرامي أنا أذهب أمام هذه الطلقات التي ترمى هذه ليست شجاعة هذه هذا التهور ليش لأن صحيح ما أخاف وصحيح أقدمت ولكن هذه ليست من الحكمة واحد يعرض نفسه لطلقات طائشة هذا تهور ورذيلة لكن إذا كان في ساحة معركة وهذا المقاتل إذ ضر للدفاع عن أهله وعرضه وماله ووطنه يقتحم صفوف الأعداء ما يخاف وعرض نفسه لهذه الطلقات وللرمي ولكن بغرض صحيح صار شجاعة ولذلك نحن نلاحظ الرسول صلى الله عليه وآله مثلا في مكة حينما شاهد المشركين يعذبون عمارا وياسرا وسمية يعذبوهم تعذيب شديد زين هسا عمار وياسر رجال لكن سمية مرأة وعرض المسلمين هذه زين الرسول في مكة جرد السلاح ليدافع عن سمية لا وإنما مر وهم يعذبون فقال كلمته المعروفة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ليش لأن الرسول إذا ذاك اليوم كان يريد يدافع عن هؤلاء كان يقتل قل إنما أنا بشر مثلكم إذا خمسين واحد هجموا على رسول ويقتلوا طبيعي حتى لو يكون أشجع الشجعان وبالفعل كذلك الرسول أشجع الشجعان هذا واضح بعد لماذا؟ لأنه السلاح الحديد السهم النبل يؤثر في اللحم والله سبحانه وتعالى ليس دأبه على الإعجاز دائما الإعجاز في بعض الأحيان وذلك لغرض إثبات صدق هذا النبي عموما فالمقصود أن رسول الله في مكة لم يدافع عن عرض المسلمين لماذا؟ لأن الدفاع ما كان شجاعة في ذلك الوقت كان تهور ولكن في المدينة الرسول صلى الله عليه وآله عند مجموعة يناصرونه لذا تصدى للمشركين ذاك كان شجاعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجرد السلاح أمام الذين هجموا على داره ليش؟ لأنه إذا كان يجرد السلاح كان يقتل صحيح أمير المؤمنين أشجع الشجعان بس إذا ألف واحد هجموا عليه يقتل طبيعي هذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في قمة الشجاعة كأبيه أمير المؤمنين لكن هو واحد مقابل عشرات الألوف قتل طبيعي هذا ما كان مورد المعجزة لماذا لم يدافع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأنه لو ذاك الوقت كان يدافع كان يصير فتنة داخلية في المدينة المنورة والمشركون متربصون المنافقون موجودون كانوا يأتون ويقضون على الإسلام كل ولذا في يوم السقيفة أبو سفيان جاء لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقال أمدد يدك لأبايعك وأنا راح أملأها يعني المدينة خيلاً وركاباً أمير المؤمنين رد ليش؟ لأن هذا كان إلا غرض أنه إذا أجوا الجيش للدفاع عن أمير المؤمنين وذولا كلهم مشركين أو منافقون وصلوا إلى المدينة يقلبون الموجة يقتلون أمير المؤمنين والصحابة أو بعضهم ويرجعونها جاهلية ذاك الوقت الإقدام ما كان شجاعة كان تهور ولذلك أمير المؤمنين صبر في تلك القضية على العموم المقصود أنه الفرق بين الفضيلة والرذيلة كثير من الأحيان يكون فرق بسيط الناس في كثير من الأحيان لا يلتفتون إلى هذا الفرق يخلطون مثلاً إذا فت فقير إجاء سألك الآية تقول وأما السائلة فلا تنهر أنت كريم تعلم بأنه إذا أعطيت لهذا الفقير درهم واحد راح يصرف هذا الدرهم في المخدرات من الكرم إعطاء ليش لأنه هذا الإعطاء مضر الإنسان العاقل يأيي صحيح كريم لكن إعطاء بحكمة يعطي للإصلاح لا للإفساد الله سبحانه وتعالى أليس الكريم المطلق الله كريم ولكن لماذا يعذب أهل النار مع استغنائه عن عذابهم لماذا يعذبهم لماذا لا يرحمهم لأن رحمهم خلاف الحكمة إذا أنت مجرم قاتل زين ترحمه في السجن تطلق سراحة تدري أنه إذا أطلقت سراحة راح يقتل ناس آخرين هل من الرحم أن تطلق سراحة لا صحيح أنت رحيم لكن لازم يكون الموضع محل قابل للرحمة إذا لم يكن ذلك المحل محلا قابلا للرحمة فرحمه رذيلة أصلا وليست فضيلة هذا ذكرناك مقدمة لموضوعنا الموضوع أنه إحنا عدنا في القرآن الكريم وفي الروايات ذكر المدارات التقية المداهنة النفاق هذه أربعة كلمات وتدل على أربعة معاني الفرق بينها بسيط من هذا الصوب يصير إيمان من ذاك الصوب يصير كفر ونفاق من هذا الصوب يصير فضيلة من ذلك الصوب يصير رذيلة التقية معناها إبطان الإيمان وإظهار خلاف ذلك لحفظ النفس أو العرض أو المال مثل مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فأبطن الإيمان لكن ما كان يظهر هذا الإيمان لأنه لو كان يظهر كانوا يقتلوا وفي نفس الوقت عمل بمقتضى إيمانه أي وقت كان يجد فرصة كان يعمل حسب مقتضى إيمانه ولذا كان ينصح فرعون وآل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يدافع عن موسى بس بمظهر الناصح يعني بمقتضى إيمانه كان يعمل النفاق بالعكس أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان مثل المنافقين الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ونزلت فيهم آيات عشرات الآيات القرآنية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأن ظاهرهم كان يخالف باطنهم باطنهم الكفر وظاهرهم الإيمان عدنا المدارات وعدنا المداهنة المدارات بأي معنى بمعنى اللين مع الناس يعني أنت لا تكون تتعامل مع الناس بعنف لا تتعامل مع الآخرين بخرق لا تتعامل مع أهلك مع أولادك مع أقربائك بشدة وإنما تتعامل معهم بلين هذا هو المدارات ولذا هذا أمر مطلوب شخص سيء جدا وأنت تكرهه لكن حينما يأتي لا تواجهه بكلام شديد وإنما تستعمل ألين معه مكذب ولا نفاق وإنما لا تصرح تصريح جارح أمامه تتعامل معه تعاملا لينا هاي هو المدارات ولذلك في الحديث الشريف أن الله الرسول صلى الله عليه وآله يقول أن الله أمرني بمدارات الناس كما أمرني بالفرائض ورسول كان يعلم أن كثير من هؤلاء الأجلاف المنافقين هؤلاء سيئون جدا لكن كان يتعامل معهم تعامل لين لا يجبههم بكلمات سيئة أو نابية أو قاسية كان يحترمهم في الظاهر يتعامل معهم كما يتعامل مع سائر المسلمين أما المداهنة معناه ذلك اللين على حساب الحق يعني الإنسان لأجل أن يرضي هذا الشخص يتنازل عن حق هذه المداهنة لذا مذمومة أنت أن تكون لينا مع الآخرين جيد لكن هذه الليون إذا كانت على حساب الحق يعني يترك الصلاة مثلا حتى هذا صاحبه لا ينزعج هذا مداهنة لأنها صارت على حساب الحق فصارت مرفوضة ولذا الآية تقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني المشركون يحبون أن تداهن معهم يعني شنو أن تداهن معهم يعني أن تتنازل عن بعض الواجبات عن بعض الفرائض زيان هذا يحبونه فيدهنون يقولون زيان هو تنازل ونحن نتنازل كما اقترحوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنه إحنا سنة نعبد الله وحده معك وإنت سنتعال أعبد الأصنام مع الله معنا أو ذاك الرجل جاء إلى رسول الله وهو في مكة والرسول كان يحتاج إلى شخص واحد في مكة لأن أكثر المهاجرين الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وآله كانوا مستضعفين ما كان يمتلكون المال أو القوة إجا رجل عند رسول الله شيخ عشيرة أو قبيلة وقال أنه أنا أسلم وكل قبيلة تسلم وفيها كذا ألف سيف بشرط واحد الشرط أن يكون الأمر بعدك لي يعني إذا أنت متد أنا بعدك أكون فالرسول قال هذا ليس بيدي أنه من بعدي يكون هذا بيد الله سبحانه وتعالى والله معين شخص آخر ما معينك أنت قال إذن لا أسلم يوم الشورى حينما طعن عمر ابن الخطاب وعين ستة أشخاص طبعا طريقة التعيين كانت طريقة اللي كان يصل إلى تعيين عثمان بن عفان وأمير المؤمنين دخل في الشورى ودخوله في الشورى كان لغرض صحيح لأنهم كانوا في يوم السقيفة وضعوا هذا الكلام على لسان رسول الله كذبا بأن الرسول قال لا تجتمع فينا النبوة والخلافة فأراد أمير المؤمنين بدخوله في الشورى مع أنه كان يعلم بأنه لا ينتخب ولكن كان يريد يبطل ذلك الكلام حتى باشر واحد ليقول أنه لا تجتمع الخلافة والنبوة في بني هاشم والدليل على ذلك أنه نفس عمر بن الخطاب أبطل هذه القاعدة فهذا كان تمهيد لوصول أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة بعد حين على كل حال هناك عبد الرحمن بن عوف قال لعلي بن أبي طالب أمدد يدك لأبايعك على أن تعمل على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين طبعا هذا الكلام هو كلام متناقض لماذا؟ لأن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله تختلف عن سيرة الشيخين في كثير من المفردات وبعد ين نفس سيرة الشيخين بيناتها أكو تناقض أذكوره في الكتب في كتب السنة قبل كتب الشيعة زيان أمير المؤمنين كله كان يقول ما يخالف وبايعك على كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الشيخين واليوم الثاني عندما يصير خليفة يعمل بكتاب الله وسنة الرسول ولا يعمل بسيرة الشيخين وشنو يقدرون يسوون ماذا يقدرون يفعلون يتمكنون مثل ما عثمان قبل على كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الشيخين اليوم الثاني ترك سيرة الشيخين وترك كتاب الله وترك سنة الرسول كان يعمل حسب ما يشتهي وحتى عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك هجره إلى أن مات زيان أمير المؤمنين لماذا لم يقل هذه الكلمة وتلسطعش سنة الحكم وصل بيد عثمان وكان أيضا تأسيس لملك بن يومية في تلك الفترة لأن عثمان نصب أقاربه من بن يومية وخلالها تلسطعش سنة جمعوا العدة والعدة ومهدوا وتجذروا وفعلوا ما فعلوا ولذلك بعد عثمان لم يمكن اقتلاعهم لأنهم جذرين لماذا لأن هذا الكلام مداهن على حساب الحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كانت تهمه الأمر يكون حاكم على الناس هذا مو مهم بالنسبة إليه في نهج البلاغة موجود أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول وإن إمرتكم الأمر ها مو الإمامة ولا الخلافة الأمر يعني أن يكون مسلط عليكم إن إمرتكم هذه أهوى عندي من عراق خنزير في يدي مجذوم عراق يعني يكون في معنى أقوال مختلفة لكن أحد المعاني هو أنه الإنسان إذا بيده أكل فيصير جزيئات من اللحم بين الأظافر والأصابع بالإظفر تحت الإظفر يصير الجزيئات من الطعام في بعض الشروح عراق يعني هذه الجزيئات من اللحم هاي الجزيئات من اللحم شون قيمتها حتى لو إذا كانت لحم غنم مثلا أو جمل إلها قيمة ما إلها قيمة فكيف إذا كان لحم خنزير وفي يد مجذوم لأن المجذوم أطراف أصابع هذه متآكلة فيختلط هذه الجزيئات من لحم الخنزير بلحمة إصبع هذا المجذوم طبعا البعض قاريه من عراق خنزير العراق يعني الأمعاء أو قسم من الأمعاء بين السرة وبين الصدر على كل حال الأمر عند أمير المؤمن ما لها قيمة إلا أن أقيم حقا أو أدحظ باطلة يعني أنا أكون مسلط على الناس شنو قيمته ما لها قيمة نعم أبناء الدنيا يتراكضون على السلطة لكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يهتم إلى هذه الأمر إذا هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى شنو قيمت الأمر أو في الخطبة الشقشقية وإن دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز فعلى كل حال أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام الأمر عنده لا قيمة لها فيأتي ويداهن لأجل الوصول إلى هذه الأمر في الكوفة أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام قال لهم وإني لا أعلم ما يصلحكم يعني شوية بعنف أتعامل معكم كما أتعامل ابن زياد والحجاج وأمثالهم من الطغاة زين قتلوا الناس على التهمة والظنة وإذا واحد متمرد عقوبته صوت العقوبة بدلوها إلى ضرب العنق مثلا وهكذا فلذا سيطروا عمير المؤمن يقول أنا أدري شنو يصلحكم وهو أن أتعامل معكم بشدة وبعنف خلاف القرآن وخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وآله جهنم العاقل يفعل عملا حتى الأمور الناس تصير منضبطة وهو يدخل في جهنم لا العاقل إنما يفعل لكي يكسب مرضات الله سبحانه وتعالى فعلى العموم أمير المؤمنين لم يداهم لماذا لم يداهم لأنه كان على حساب الحق ولو هي كلمة يكذب في هذه الكلمة ثم بعد ذلك لا يعمل على طبق هذه الكلمة ما يفعل ذلك أما المدارات معناه أنه يتعامل مع الناس بلين يعني واحد يأتي ويجبه أمير المؤمنين بكلام سيء أحد الخوارج في مسجد الكوفة في وجه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال قاتله الله من كافر ما أفقهه لأن الإمام أجاب بجواب في قضية جواب أعجب الكل قاتله الله من كافر ما أفقهه يعني هذا الكافر يفهم فأراد أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يجردوا سلاحهم يقتلوا فالإمام عليه الصلاة والسلام قال سب بالسب وأعفون عن ذن يعني القتل أريد أقتله على الموت كلمة لا أفعل ذلك فإما أن نسبه كما سبنا أو نعفو عنه ونحن أولى بالعفو علينا جميعا أن نتعلم من القرآن الكريم من الروايات من سيرة الرسول من سيرة الأئمة عليه الصلاة والسلام أن يكون تصرفنا مع الجميع بمدارات يعني رجل أو مرأة الرجل يقول زوجتي سيئة الأخلاق أو المرأة تقول الرجل سيئة الأخلاق زين هل سوء الأخلاق يجاب بسوء الأخلاق؟ والمشكلة تصير أعظم يعني نحن إذا نلاحظ كثير من المشاكل الاجتماعية مثلاً كثير من الطلاق أو الشقاق اللي موجود بين الزوجين شنو سببه؟ سبب الشجار الخلاف أحدهما يجبه الآخر بكلام سيئ والثاني يجبه بكلام أسوأ ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين زين هذا يسبب شنو الشقاق والخلاف والطراب النفس والمشاكل يا هو أفضل يعني واحد يتحمل دقائق ويتعامل بلين أو لا ينفعل وينساق وراء قوته الغضبية لأن الإنسان عندما يجتم أو يجابه بكلام سيئ قوة الغضبية تتحرك يسيطر على هذه القوة الغضبية أو لا ينساق معها إذا انساق معها الحديث الشريف أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يقول الغضب شعبة من الجنون لأن صاحبه يندم لأن بعد الغضب كثير من الأحيان الإنسان يتندم فإن لم يندم فجنونه مستحكم إذا ما ندم معناه أن جنونه مستحكم طبعا هذا الغضب في غير الغضب لله لأنه الإنسان يجب أن يغضب لله وأن يرضى لله ذاك الغضب لله والرضى لله هذا بحكم العقل وليس بحكم القوة الشهوانية النفسية الغضبية على كل حال إذا أحد الطرفين يعمل ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله ما قاله الله يداري هذه المدارات تسبب أنه أقلا هو لا يصير مشاكل أكثر ولعله يؤثر في الطرف المقابل لأن القلوب سواقي تؤثر يعني إذا أنت أهنت واحد فهو أهانك أنت تهين بكلمة ثالثة إذا هو جاوب بكلمة رابعة وهكذا لكن إذا أهنت واحد فهو لم يجبك بشيء ينتهي الأمر إذا مر ثانية ثالثة المر رابعة الإنسان يخجل بعد يترك إذا سبيت واحد مرة مرتين ثلاث مرات لم يجبك تستحي بعد أن تسب بل لعل الله سبحانه وتعالى يدخل المحبة في قلبك باتجاهه كما في الآية الشريفة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فعلينا جميعا أن تكون المدارات شعارنا في كل حياتنا مع القريب ومع الصديق ومع الأصدقاء ومع الأعداء حتى مع الأعداء المدارات تكون بصالحنا الإنسان نفسيا يرتاح الله سبحانه وتعالى يوفق لأن الذي يعمل على حسب الموازين الإلهية الله سبحانه وتعالى يوفق كما في الآية والذين اهتدوا زادهم هدى الله سبحانه وتعالى يزيد لأن شكرتم لأزيدنكم هذا في النعم المادية في الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وإيانا لما فيه الخير والصلاح هذه فرصة مناسبة لكم جميعا الإنسان في بلده لا عنده التزام اجتماعي ولا عنده التزام في المطبخ ولا عنده التزام آخر يملك كل وقته إنسان في بلده قد لا يملك كثير من وقته خبره وفلان مات لازم تشترك فاتحة إذا عنده أي عمل يترك عمله يروح للفاتحة عنده وظيفة لازم يروح أول وقت الدوام أو في البيت مثلا تحتاج المرأة إلى أن تهيئ الطعام لأولادها لكن في السفر لا يوجد هذه الالتزامات بعديا في بقاع متبركة هذه البقاع الله سبحانه وتعالى أجرى فيها رحمته أكثر من سائر البقاع لأن رحمة الله جارية في كل مكان ولكن هناك بقاع الرحمة تكون أكثر نفحات الله سبحانه وتعالى في تلك البقاع أكثر فالإنسان يستفيد من هذه الفرصة لكي يستفيد من هذه النفحات الربانية ويستفيد من هذه الزيارة أحسن استفادة لتكون بصالحه في الدنيا والآخرة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة